استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي وزير الخارجية الإيرتري عثمان صالح وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس السيسي تسلم رسالة خطية من الرئيس أسياس أفورقي تضمنت الإعراب عن تقديره للرئيس السيسي وللعلاقات بين البلدين الشقيقين والإعراب عن التطلع لتعزيد التشاور والتنصيخ بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك وهو ما ثمنه الرئيس السيسي مؤكدا حرص مصر على دفع جهود تعميق العلاقات المتميزة وتعاون ثنائي بين الدولتين بما يعود بالنفع على الشعبين الشقيقين ويحقق مصالحهم المشتركة استقبل السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي وزير الخارجية الإيرتري عثمان صالح وذلك بحضور الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة بالإضافة إلى سفير إيرتريا بالقاهرة وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي تسلم رسالة خطية من أخيه الرئيس أسياس أفرقي تضمنت الإعراب عن تقديره للسيد الرئيس وللعلاقات بين البلدين الشقيقين والإعراب عن التطلع لتعزيز التشاور والتنصيق بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك وهو ما ثمنه السيد الرئيس مؤكدا حرص مصر على دفع جهود تعميق العلاقات المتميزة والتعاون الثنائي بين الدولتين بما يعود بالنفع على الشعبين الشقيقين ويحقق مصالحهما المشتركة خاصة في ضوء تزايد التحديات الإقليمية التي تستوجب تكثيف التباحث بشأن سبل التصدي لها وفي هذا الصياق تناول اللقاء الأوضاع الإقليمية لا سيما فيما يتعلق بالقضايا والتهديدات في القرن الأفريقي والبحر الأحمر حيث تم تأكيد حرص الدولتين على مواصلة تنصيق المشترك والتشاور على مختلف المستويات وذلك على النحو الذي يدعم الأمن والاستقرار في المنطقة